من خلف الصخور تراهم جنبا إلى جنب ودوما على أهبة الاستعداد علهم يجابهون عناصر ميليشيا الحثي والمخلوع المستميتين في القتال من أجل التقدم نحو المناطق المسيطرة عليها المقاومة في محافظة البيضاء البيضاء التي لا تكاد تمسيها دئة حتى تصبح هكذا ثلاث مديريات في البيضاء تشهد اشتباكات متواصلة تبلغ ذروتها في مديرية الزاهر قصف مكثف بمختلف الأسلحة الثقيلة تشنه الميليشيا على جبهات كساد والمسياب والغول وسوداء غراب في المديرية كما لم تسلم من قصفها العشوائي أيضا باقي المناطق كالأجردي والجماجم والحبج وفارعة في المديرية ذاتها وبالرغم من الفرق الشاسع بين عتاد المقاومة وبين ما تملكه الميليشيا التي تعزز جبهاتها باستمرار كالتي وصلت مؤخرا بحسب مصادر محلية لمناطق آل ملاح وقرض وآل عبيد وغول القبر وهضبة موسى بمديرية الزاهر إلا أن رجال المقاومة يفشلون كل محاولاتها للتقدم خصوصا نحو جبل كساد والمحصن ويصدونها دوما